اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير والنهاردة عمل لكم موضوع جديد جدا ما يتقليش انه كتير من الناس سمعوا عنه او يعرفوا بيه ولو انه موجود وبيتعمل في مصر بقاله فترة طويلة قبل النهاردة هنتكلم عن جراحات المخ بدون تخدير يعني بمعنى اخر انه المريض اثناء الجراحة او في جزء من الجراحة بيكون واعي وصاحي وبيتكلم مع الدكتور اللي بيعمله العملية والدكتور اللي بيساعده ودكتور التخدير ونقدر ان احنا بالطريقة دي نعرف وظائف المخ الحيوية مناطق الكلام مناطق الحركة بتاع الايد بتاع الرجل بتاع الاحساس كل المناطق الحيوية في المخ نبقى متأكدين ان هي سليمة وما حصلش فيها اي مشكلة وبنقدر نعرف الموضوع ده اميديتلي او في التو واللحظة اثناء ما احنا بنعمل العمل ايه هي المشكلة كلها كانت انه جراحات المخ اما بتتعمل تحت تخدير كلي العين بيبقى نايم انت بتحاول ان انت تشيل مثلا ورم من المخ او بتحاول ان انت تقفل تمدد شرياني عمل نزيف في المخ او بتحاول ان انت تشيل وحمة شريانية من المخ بدون ما تأثر او تبوز المناطق الطبيعية اللي موجودة في المخ حوالين الورم او حوالين الليجن اللي انت بتحاول تشيله فالفكرة كلها كانت انك انت تشيل هذا الورم بدون ما تأثر على المناطق الطبيعية اللي جنبيه اللي هي ممكن تكون منطقة الكلام ممكن تكون منطقة الحركة بتاع الدراع بتاع القدم منطقة الاحساس منطقة الوعي حاجات كتير جدا من المراكز اللي موجودة في المخ بتبقى مسؤولة عن الوظائف الحيوية وظيفتك انت كجراح انك تحافظ عليها لو العيان نايم تماما وتحت مخدر كلي ما بتبقاش قادر تعرف هل دي المنطقة اللي مسؤولة عن الحركة ولا لا اللي جنب الورم هل دي المنطقة المسؤولة عن الكلام ولا لا ما فيش تست تقدر تختبر به حتى الاختبارات اللي كنا بنعملها بجهاز الاستثارة العصبي العضلي كانت بتدينا المعلومة متأخرة يعني بعد ما يكون حصلت المشكلة يبدأ يحصل تغير في الجهاز اللي موجود عندك في قضة العمليات وبالتالي ما بتسعفكش قوي فبدأنا نلجأ الى هذا النوع من الجراحات عشان نقدر ان احنا نحافظ على هذه المناطق الحيوية سليمة تماما اثناء ما احنا بنستقصل الورم او بنعمل اي جراحة في المور ولكن الموضوع مش بالبساطة دي لازم يبقى فيه عندك المريض متجاوب معك فلازم تقعد مع المريض تفهمه انه احنا هندي بنج كلي في الاول لحد ما نعمل الفتحة بتاعتنا والحاجات اللي بيبقى على الشغل على الجلد والعظم والجدار بتاع الحوالين المخ اللي هو بيحس بالقلم هنعمل الحاجات دي وانت نايم تماما تحت بنج كلي مش هتحس بيها وبعد كده هنبدأ نصحيك وهنديلك نوع من انواع الادوية والغازات اللي بتخليك ما تحسش بالقلم خالص بس في نفس الوقت تبقى قادر تتكلم وتتواصل مع الاطباء اثناء العملية فما تتخضش من الموضوع ده هوك وانت مش هتبقى حاسس باي قلم لان المخ ما بيحسش بالوجع المخ نفسه وانت بتشتغل عليه ده ما بيحسش بقلم والمريض هيبقى واخد ادوية تخليه هادي جدا وما عندوش اي احساس بالوجع ولكن هو بس يبقى متعاون معاك انه ما يحركش راسه انه يبقى منتبه للأسئلة اللي بتسألها له عشان يقدر يجاوب لك عليها واحنا كمان كجراحين برضو ما بنعتمدش على المريض 100% بيبقى عندنا وسائل اخرى نقدر ان احنا بيها اثناء العملية والمريض صاحي ان احنا ننبه اجزاء من المخ ونشوف تأثيرها على المريض فممكن انبه منطقة الكلام الاقي الكلام عنده بدأ يتغير انابه منطقة الحركة الاقي يده بتتحرك غزبا عنه انابه منطقة الرجل الاقي رجله بتتحرك غزبا عنه عشان برضو ادبل تشيك معاه او ان انا ااكد الكلام ده بعناية عن طريق ان انا بعمل حاجة اسمها الاكترو كورتوكوغرافي او بريم مابنج اللي هو اعرف اجيب جهاز يعمل استثارة للخلايا بتاع المخ ويبان على الجهاز اللي بيبقى قاعد عليه دكتور الفيسيولوجيا العصبية يقول لي ايوا دي فعلا المنطقة المسؤولة عن الحركة دي فعلا المنطقة المسؤولة عن الكلام دي المنطقة المسؤولة عن الاحساس الحاجة التانية برضو المهمة في الموضوع ده انه يبقى عندك تيم كامل متكامل من دكاترة التخدير عارفين الموضوع ده كويس ويقدروا يستخدموا ايه وامتى يقلب المريض الى بينج كولي وحاجات زي كده فلازم يبقى التيم بتاع التخدير متعاون معاك جدا عارف ادواته كويس قادر يستخدم الادوية المعينة دي اللي هي نسميها البروبوفول انسيزيا بجرعات معروفة ومقدرة على حسب وزن المريض عشان المريض ما ينامش منك لانه لو نام وبدأ يدروخ يبقى انت كده فقط الاتصال مع المريض اثناء العملية برضو التحضيرات بتبقى جزء كبير منها قبل العملية ان احنا بنبدأ نعمل بقى حاجة اسمها اشعة الجهاز الملاحي للمخ بنعمل اشعة رانين مغناطيسي بمقاطع صغيرة جدا وبنركبها بحيث الوش يبقى باين ثلاثي الابعاد في الاشعة ومراكز الاشعة اللي بتعمل النوع ده من اشعة رانين المغناطيسي للجهاز الملاحي للمخ بتدينا الـ CD اللي فيه صور الاشعة دي واحنا اثناء الجراحة بندخلها في الجهاز الملاحي فبتظهر صورة الاشعة والابعاد الثلاثية بتاعت وش المريض على شاشة زي شاشة التلفزيون كده داخل حجرة العمليات وبيبقى فيه جهاز زي انفرا ريد كاميرا بتصور المريض وهو نايم اثناء الجراحة وبيبقى معانا زي بوينتر او حاجة زي الالم كده عليها مستقبلات تستقبل الانفرا ريد ريز وبالتالي اما بحطها على راس المريض تبان على الشاشة وعلاقتها بالاشعة فبقى عارف الورم لما بحط الوينتر هنا الورم يبعد مثلا نص سنتي عني لازم اجي يمين شوية سنتي لازم اجي شمال شوية 2 سنتي لازم اطلع لقدام شوية لازم ارجع لورا شوية فاقدر احدد مكان الورم على وجه الدقة بالزبط فين واقدر كمان احدد اقصر الطرق للوصول الى هذا الورم بدون معدي في خلايا المخ الطبيعية اللي حواليه واقدر كمان اقول للجهاز ارسم لي عمق الورم قد ايه من كل الجهات واقدر كمان اثناء بعد ما شلت جزء من الورم اشوف فاضل جزء قد ايه على عمق قد ايه وبالتالي اقدر اعمل زي جي بي اس كده اقدر اعرف هنمشي قد ايه لحد ما نخلص الورم بالكامل ناخد اتصال وبعدين نكمل ان شاء الله اهلا ام احمد تفضلي عليكم السلام ورحمة الله حضرتك انا كان عندي ترشيح عن مخ وضمور الخصوي البالعين ايه وحضرتك طبعا اه من فاة الموضوع اللي حصل بتاع السر Cinnamon مم ندريتش اروح لذا كده ايه وحضرتك عندي برده غضريف وكده واختناح في الشرعيم فإيدي امم. ما باخدش علاج دلوقتي. موقفة كل ده وباخد ده. امم. علاج تاني عشان خطر ده. عندي برضو سوافي القلب. ومش عارف ايه. اوكي. طمع. فحضرتك انا موقفة العلاك كله وما باخدش علاج دلوقتي. بالتان مش قادرة مشي على رجلية وانا. امم. جسم كله بينصروا تعزانة و حتى انه نظري بيكتد يقل كل مدى وكده. اوكي هنرد على حضرتك اتفضلي الارتشاح بتاع العصب البصري بيبقى سببه ارتفاع حميد في ضغط المخ يعني ضغط المخ بيبقى فيه مية المية دي بتلف حوالين وداخل المخ عشان تشيل الفضلات اللي بتطلع من المخ وتصرفها في الدم نتيجة انسداد او زيادة افراز السائل النخاعي بيحصل ارتفاع في ضغط المخ انما النوع اللي عندك مش كده بقى مش نتيجة زيادة افراز ولا انسداد ولا حاجة النوع اللي عندك حاجة اسمها ارتفاع حميد في ضغط المخ يعني بتعاني من اعراض ارتفاع ضغط المخ من صداع وزغلالة وممكن رؤية مزدوجة وضعف ابصار وممكن دمور في عصب العين وممكن ميل للقيق وممكن ترجيع بصفة جمدة وحاجات زي كده كلها اعراض ارتفاع ضغط المخ نعمل الاشعات نلاقيها سليمة مفيش فيها اورام مفيش فيها انسداد في سكة المية بتاع المخ مفيش ايوب خلقية مفيش جلطات مفيش اي حاجة فبنسميه ارتفاع حميد في ضغط المخ وده حلو انك بتخذي علاج دوائي الاول وممكن الموضوع ينتهي على كده اذا ما تحسنناش بالعلاج الدوائي وبدأ النظر يقل وعملنا مجال ابصار وبدأ يبان انه فيه تغيرات في العصب البصري ساعتها بنعمل بازل للسائل النخاعي من اسفل الظهر ونقدر نقيس ضغط السائل ونرجعه للوراق الطبيعي عن طريق ان احنا نصرف اسناء البازل للسائل النخاعي ولينا ان احنا نعمل الموضوع ده تلات مرات ونشوف التأثير بتاعه ايه ممكن ما نحتاجش حاجة بعد كده اذا بعد كل الكلام ده ما تحسنناش بنحتاج ان احنا نركب صمام ما بين الفقرات القطنية والبريتون عشان نصرف السائل النخاعي من اسفل الظهر اللي هو اكتر حتة بيصرف منها السائل النخاعي اللي هو بتاع المخ المرتبط باسفل الظهر ناخد السادة ابو خالد تفضل السلام عليكم عليكم اندي مزيزي الصح اخبار حضرتك الحمد لله ربنا عبارة حضرتك يا دكتور انا بيجي للساب العصب السادس وحضرتك بيجالي حوالي خمس مرات عصب السادس وبتعاليك منه ويرجع لتاني ودلوقتي جالي بقالي فترة بفض علاجه السادس ولا السابع لا السادس السادس ده رؤية مزدوجة اه اوكي تمام وبعدين حضرتك رؤية الدكتور موخ عصب كان بيجي له السباح شديد فقال لي لا ده الفعب العصب الخامس غير السادس فدلوقتي ما زال رؤية مزدوجة عندي موجودة برضه عصب الخامس ما يعملش رؤية مزدوجة يعمل تنميل في الوش لا السادس حضرتك دلوقتي عندي رؤية مزدوجة دلوقتي طيب وانت عندك سكر او ضغط اه عند سكر حضرتك وسنك اديه سني ستيسا اوكي وعملت اشعات رانين موناطيسي او حاجة عملت حضرتك عملت قبل كده اشعاء اللي مش هاي حاجة الحمد لله بس ما يزال برضه بقى لها حوالي 4 عشو معي الرؤية المزدوجة مش عادة ترو اوكي تمام هنرد على حضرتك موضوع الرؤية المزدوجة بيبقى مشهور جدا مع المرضى اللي عندهم سكر بقى لهم فترة طويلة او عندهم ضغط عالي ومش متزبط او ضغط بقى له فترة طويلة قوي او نتيجة وجود ارتفاع في ضغط المخ او لا قدر الله نتيجة وجود بعض الحاجات اللي ممكن تكون ضغطة على العصب السادس زي مثلا تمدد شرياني زي وحمة شريانية زي لقدر الله ورم او حاجة زي كده في الاحوال اللي زي دي بنعمل اشعة الرانين الموناطيسي الاول عشان نتطمن انه مفيش حاجات عضوية ضغطة على العصب السادس او ارتفاع في ضغط المخ اذا طلعت الحاجات دي سليمة وكذلك الاشعة اللي على شرعين المخ طلعت كلها سليمة ومفيش تمدد شرياني ولا وحمة شريانية بنبدأ العلاج بتاعنا بأدوية مع تزبيط ضغط الدم مع تزبيط نسبة السكر وبندي كمية كبيرة من فيتامين بي 12 ويفضل عن طريق الحقن لفترة طويلة لان ده غزة العصب وفي الحالة دي بيحصل تحسن كويس في الوظائف العصب السادس والرؤية المزدوجة بتتحسن جدا وأحب أطمنه أنه أغلب المرضى بيرجعوا لوالقوم الطبيعي طالما مفيش سبب أضوي في أشاعة الرنين أو أشاعة شرعين المخ طيب كنا بقى بنتكلم في حكاية جراحات المخ بدون تخدير وقلنا أنه لازم نفهم العين كويس الوضع هيبقى زي أثناء الجراحة وتيم التخدير يبقى شكله إيه لازم يكون مستعد وفاهم لأصول النوع ده من أنواع الجراحات على المخ وقلنا أنه نعمل استعداداتنا قبل الجراحة بنعمل حاجة اسمها أشاعة الجهاز الملاحي للمخ وقلنا إزاي بنستخدمه وفايدة استخدامه أثناء العملية النوع الثاني من الأشاعات اللي بنحتاج أنه نعملها قبل العملية بنعمل حاجة اسمها تراكتورفي يعني بندخل مريض جهاز الرنين الموناطيسي عشان الجهاز يبدأ يرسم لنا المناطق بتاعة المخ اللي جنب الورم ده يعني مناطق التراكتس أو الأسلاك أو الواصلات العصبية اللي حوالين الورم فلو الورم كده يقولك التراكت ده مثلا مزقوق لجوه هنا يبقى أنت تبعد عن المنطقة دي لا ده مزقوق لبرك كده يبقى أنت تبعد عن المنطقة دي ده موجود فوق وقدام يبقى أنت ملكش دعوة بالحتة دي لا ده مزقوق لورا وكذا يبقى أنت تبدأ من قدام وتبعد عنه وهكذا فالأشعة دي بتبقى مفيدة جدا أن هي تعرفك الدنيا حوالين الورم أو حوالين الجزء اللي انت بتشتغل عليه الحتة المهمة في المخ اللي بتؤدي الوظائف الهمة من حركة وإحساس وكلام ووعي وكذا موجودة فين فده يعني نوع معين من الأشعات مهم جدا قبل هذه الجراحات ناخد سيد أحمد تفضل وبعد نكمل السيد أحمد تفضل السيد أحمد تفضل الحمد لله بعد ذلك أحمد تفضل أنا دلوقتي عندي ملترة في الروتز الـ MS الانتهاب معصر المتناسر ده عندي بقى لحوالي ما يقرب من 16 أو 14 سنة أنا سنة حاليا دخلت الـ 31 أنا أخدت كل الأدوية اللي هي بتاعة الـ MS زي ما حضرتك عارف كان الأول كنا بنشترحنا الأدوية على حسابنا وكذا اللي هو وأول ما جاء دخل طبع التأمين الصحي اللي هو الـ انترفيرون اللي هو البيتافيرون زي ما حضرتك عارف نعم وبعد كده أنا حاليا ماشي على المبصيرة اللي هو البيتافيرون أخده في اجتماوي وكذا ولسه وأخد القرعة كل ست شكور طبعا زي ما حضرتك عارف أخدها نعم لكن موضوعها زي ما حضرتك تلسة بتتكلم على ان هو اجدواج الرؤية والأعراض اللي هي كانت المدام اللي لسه متكلمها من مكالمتين فاسو اه الحاجات دي مجرد ان انا بتأثر نفسيا ان انا متزوج ومخلف اه بس اه اه اي تواثر انا حضرتك عارف بظروف الحقيقة وكده اه بيزيد قوي موضوع اللي هو اجدواج الرؤية وبيلخزه ممكن اللقصادي اه زي ما تقول حضرتك نوع من الحاول كده شوية اه والمشي عندي متأثر جامد اه انا عاوض اعرف من حضرتك اه انا اقدر اعمل ايه يعني انا عادت محبوظ ستة شهور في قوات المصلحة اعمل اعلان طبيعي اه لكن للأسف اه اه دلوقتي برضو مش عارف امشي على رجلي ما بقدش عارف امشي على رجلي اه اه فمش عارف انا اعمل ايه علشان ان انا اه اه احضر اتحكم زي ما حضرتك عارف اه اه اتحكم يعني اه اه مفهوم اوكي ارده على حضرتك حاضر اه اه طبعا هو الام اس ده مرض بيبقى فيه تآكل متناثر في الأعصاب ممكن يصيب أي جزء في الجاز العصبي سواء في المخ أو في النخاء الشوكي والأعراض بتكون على أساس المنطقة المصابة وللأسف أنه هو ممكن يتنقل من منطقة إلى أخرى يضمر منطقة ويسيبها وبعدين يروح منطقة تانية والمرض ده بيبقى يعني غريب شوية يقعد فترة خامل وغير نشط وبعدين يبدأ ينشط جدا ويعمل أعراض كتيرة وبعدين مع العلاج يرجع تاني للوضع قرب الطبيعي ويسيب شوية أعراض نتيجة الأجزاء اللي حصل فيها تدمير وبعدين يفضل خامل فترة أخرى وهكذا فالنوع ده من التأكل المتناسر طبعا هو مش تخصصي أنا كأجراحة مخ وعصاب ده أنت محتاج تشوف حد من أمراض مخ وعصاب بطني وبقى عندنا في الأسر العيني مركز متخصص ووحدة متخصصة لعلاج التأكل المتناسر وبقى فيه أدوية كتيرة جدا للأسف هي غالية جدا ولكن لحسن الحظ الدولة بدأت تدخلها في نظام التأمين الصحي فأنا أنصحك أنك تروح لوحدة التأكل المتناسر في كل الطب الأسر العيني واتتابع معهم لأنه أصبح هناك علاجات جديدة خالص بتدي تأثيرات هيلة وعلاجات تمشي عليها عشان تمنع نشاط المرض في الفترات أخرى وهكذا فالوحدة دي وحدة متخصصة أنصحك أن أنت تتابع معها لأنه الموضوع بقى فيه علاجات جديدة جدا ومتطورة جدا نأخذ أستاذها روان تفضلها ليفن أهلا بك أهلا بحديثك معلش يا دكتور بس أنا كنت عائدة فأنا سألت لحديثك السؤال والله أنا مش عارفة هو يعني يعني إيه في الموضوع ولا لأ موضوع حديثك ولا لأ ماشي أنا دلوقتي على طول بإستعالي خلالي متكررة في الوزن ماشي المهمة أكثر في الرب تلاقي إيه في وش كبير بعد كده صغر المهمة لو أعقدت بعد طهرين أنا ستنى 18 سنة عندك سكر ولا حاجة وأنت صغيرة لا تمام أوكي طيب هنرد على حضرت وبقالي طهرين أخذ مضبطات حيوية وأخذت حقا منها سلبا وما بيرحش خالص طبت بقى على وضعه وأنه هو صغير كده تمام المهمة إيه رحت لدكتور جزدية قال لي أن أنا أروح لدكتور جراح حشل ممكن إيه يحدد الصديد اللي جوا ده فيه يعني إيه جزدهني يعني لا أنت مش محتاجان إحنا بالنسبة لنا موضوع كجراحة مخ وعصاب الموضوع ده مش تخصص ما خالص أنت تتبعي مع دكاترة الجلدية ودكاترة الجراحة لو فيه خراج أو فيه بدأ يحصل التهابات وصديد وكده بيحاولوا معاكب المضادات الحقيقية ما تحسنش وفيه خراج كبير بيتطر أنه هو يفضيه عشان منطقة الوش دي منطقة خطرة ممكن الالتهاب منها يسرح لأوردة بتاع المخ ويعمل مشاكل ولذلك أنت تتبعي مع دكتور الجلدية ودكتور الجراحة إذا احتاجنا تدخل يعني نأخذ مدام شايماء تفضل يا فن عليكم السلام حدثة يعني مش سامة يعني مش سامة حدثة أي يحن معروسين يمشق الليلة يعني اللمبات أو ملمبات وما ملمبات تمام المشكلة عنده بات القوة يعني يعني ما بتاعدي بيشي مع حد يكون قوة جدا عما يفضح حد أو يتكلم عائل لما يتقول على أي حجر يرضي شاء رد عليك يا حضر في الحالات اللي زي كده بننصح ان انت تعملي له حاجتين تعملي الاول رنين مغناطيسي على المخ مش اشعة مقطعية عشان نشوف تأثير الخبطة دي عملت اي كدمات او نزيف او جلطات داخل المخ او تحتيها ولا لأ والحقيقة التانية ان انت تعملي له رسم مخ عشان نشوف هل موضوع عدم الاستجابة دي نوع من انواع النوبات الصغرى بتاعت الصرع ولا لأ نعمل الحاجتين دول عشان نتطمن وبنان عليها نقرر العلاج اللازم ان شاء الله ناخد لأساس خالد من القائرة تفضل فتح الصغرى نسمع عن كلمة اللي هو الجهاز العصبي المركزي اللي هو sinter yu murka system هل هو يفندم جزا مخ و في مكانه بالظبط ده سؤال يا فندم السؤال الثاني لقدر الله على حاجة اسمها المدء الكلينيكي أنا برضو عايز أفهمه إيه معناه ولو واحد لقد رضع حصابه الموضوع ده هو حضركه كذا كترة إيه المعطيات وإيه المؤشرات اللي تقوله هو فعلا ما يديك لإن كان ولا دور سؤالينا فإن كنت أخيرك أهلا بك سلام عليك مع السلام فإن الجهاز العصبي المركزي اللي هو يسموه Central Nervous System اللي هو الجزء من المخ العميق وجزء المخ وأعلى منطقة النخاء الشوكي ده اللي هو يسموه Central Nervous System أو الجزء السنتر بتاع الجهاز العصبي اللي هو بيبقى فيه بقى التراكتس أو الوصلات بتاع المخ وبقى بعد ما الخلايا تتجمع وتدي الأسلاك بتاعتها بتنزل فيه الجزء ده من حتة اسمها Internal Capsule وبعد كده تنزل على جزء المخ وبعد كده تنزل على النخاء الشوكي وبعدين يبدأ بقى الأعصاب تطلع عشان تحرك الإيدين والرجلين ويبقى فيه ده مراكز الإحساس والحركة والكلام والوعي وهكذا موضوع الموت الإكلينيكي هو إنه بيبقى الإنسان مثلا بعد حدثة جمدة أو حاجة زي كده بيبقى فاقد الوعي تماما ومعتمد على جهاز التنفس الصناعي عشان يدي له أكسوجين عشان يمنتين المخ عايش ويخلي البني آدم ضغط الدم بتاعه مزبوط وأحيانا بيعتمده على بعض الأدوية عشان نرفع بها ضغط الدم بيبقى المريض في الحالة دي في غيبوبة كاملة يعني أحنا بند درجة وعي من 15 أقل حاجة 3 من 15 وأكتر حاجة 15 من 15 اللي هو واحد طبيعي بيكلمك وتكلمه المريض ده بيبقى واخد 3 من 15 بنبدأ بقى في الحالة دي نفحص وظائف جزع المخ فنلاقي إن وظائف جزع المخ كلها مش موجودة فوظائف جزع المخ دي بتشمل حاجات كتيرة جدا منها التنفس منها اتساع حدقتين العين منها الاستجابة للضوء منها الاستجابة للمس الملتحمة منها الغازات الدم منها الحركة مع مؤسرات مؤلمة وهكذا وبنخلي اتنين من تخصصين مختلفين يفحصوا العيان كل واحد لوحده ويدي كل واحد تقريره لوحده واحد من أسد التخدير ورعاية المركزة واحد من أسد المخ والأعصاب إذا الاتنين اتفقوا إنه وظائف جزع المخ وقفت معناها إنه ما فيش أمل إنه الإنسان ده يعيش بدون أجهزة تنفس صناعي وبدون أدوية ترفع ضغط الدم في الحالة دي بنقول عليه إنه ميت إكلينيكيا يعني ما شفناش ولا حالة من دول في العالم على مدى سنين الطب الطويلة ما شفناش ولا حالة من دول على مدى سنين الطب الطويلة رجعت تاني للحياة ففي الحالة دي كنا في إنجلترا وأمريكا بنبدأ نكلم أهل المريض ونقول لهم لو هو موصي بالتبرع بأعضاءه هي دي الستيج أو المرحلة اللي ممكن يتبرع فيها المريض بأعضاءه وهو على جهاز التنفس الصناعي وضغطه مظبوط وحاجات زي كده ناخد مكالمة أخرى تفضلي تفضل أوكي طيب فكنا بنتكلم بقى معاكم على حكاية جراحات المخ بدون التخدير وقلنا الحاجات اللي بنعملها استعدادا لهذا النوع من الجراحة ويبقى معنا دي كاترة الاستصارة العصبية عشان نقدر نعمل حاجة اسمها brain mapping ونشوف المناطق الحيوية بتاع المخ حوالين الورم وكتير قوي بنستخدمها في حالات تانية يعني الكلام ده للدكاترة أكتر في حالات مثلا تمدد شرياني في المخ أحيانا الشرياني ربشر أو يحصل نزيف أثناء العملية فتضطر تقفل الشرياني الأساسي اللي داخل عشان تقدر تحط الكليبس بتاعك عشان تمنع النزيف فهو انت قافل الشريان ده عايز تعرف هو مأثر على المريض ولا لأ فلو انت المريض صاحي وبيتكلم معاك تقدر تعرف حصل عنده مشكلة في الكلام في الحركة ولا لأ كذلك في الوحمة الشريانية انت عايز تشيل الشرياني اللي داخل على الوحمة وتسيب الشرياني اللي رايح للمخ السليم فتروح حاطة كليبسات على الحتة اللي انت شاكك فيها وتشوف المريض اتأثر ولا لأ لو ما اتأثرش يبقى هو ده اللي داخل للوحمة لو اتأثر يبقى ملكش دعوة بيه ولازم تحافظ عليه كذلك في أثناء ما بتعمل حاجة اسمها باي باس انك توصل شريان بشريان في الحالة دي بتقفل الشريان لحد ما توصله فانت عايز تعرف يعني انت ما بتقفله عشرين دقيقة او تلاتين دقيقة بتبقى عايز تعرف هل حصل تأثر في العيان الكلام تأثر الحركة تأثرت الاحساس الكلام ده كله هل كده ممكن يدخل في جلطة لو طولت عن كده ولا لأ فانت مصحي العيان تقدر تعرف بالزبط هو اه اه اتأثر ولا لأ والكمية القفل دي او الوقت اللي انت قفل فيه زيادة ولا اقل والعيان كويس ولا لأ وبنغير كتير قوي طريقة العملية بناء على اه اذا كان العيان تأثر ولا ما تأثر كذلك في الاورام الاورام بتاع المخة ما بتبقى موجودة عايز تشيل الورم بدون ما تأثر على المناطق الحقيوية اللي جنبيه ففي الحالة دي بتدخل بكل الاجهزة اللي معاك دي جهاز الملاحي وجهاز تفتيت الورم وجهاز الاستثارة العصب العضلي والمنزار والميكروسكوب والبريم مابينج وانك تبقى مصحي المريض اثناء العملية فتقدر تحافظ على المناطق الحيوية من غير ما تأثر عليها وتشيل الورم كامل من غير ما تسيب منه اجزاء احنا احيانا كتير نعمل حاجة اسمها functional MR قبل العملية عشان نشوف مناطق الحركة دي والكلام قبل العملية تبقى مرسومة وعلاقتها بمكان الورم وبنستخدم كل التولز اللي في ادينا دي عشان نخرج بالمريض لبر الامان ونقدر ان احنا نعمل استقصال بشكل كامل للورم بدون من اثر على المناطق الحيوية اللي حوالي دي كانت الجراحات اللي بدون تخدير والمريض صاحي في جزء من العملية اهلا نم محمد فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اه اه لو سمعت يا دكتور اه انا ابن عمد 40 سنة اه وكان بيقع وماشي بتجي له حالة اه اتشنه كده وكشفنا عليه قاله قهربة على المخ امتى جت له انه هو من صغر من ساعة مسورة اي المهم اه يعني دقيقة في اي حتة وعلى دماغه ودماغه تتفتح ودمه ايه اتغرق الدمية دمه والكلام ده اقول اي بقى انا بقى يمكش حالي اكده بقى صار حمود اي هو كمان عنده احاقة رهنية اوكي وبعد كده ايه بس هنا لانا يعني مرة واحدة بقى تشنه جدت 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 بقى يعني ممكن ما يفقش خارج ام كان بياخد تجريتوت وبياخد الترير اللي باللي اي اي بقى ده انا بقى رعاية رعاية الدماغه تشقعد شوية وكده وكان عاوضين منع الترير اللي مقدروش انهم يبطلوا التشنه جدت 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 بقى اوكي اوكي ام ام وادراعه بيمين سقيل ورجل اليمين ما تطبقه اكتر من رجل الشميل يعني تيجي تعدلها كده تقوم ايه رانا حساني مكان تمام اوكي اوكي نرد على حضرتك وبيبطيلوا الحالة كل فترة كده برضي تمام كل 3 اربع مرات واربع دي كده كل حوالي 15 يوم مفهوم هنرد عليك احدا اوكي فضل اه في الاحوالي زي دي احنا بنعمل حاجة اسمها رانين مغناطيسي على الفص الصدغي بنعمل اه رسم مخ بالفيديو اه لفترة مطولة عشان نعرف مركز البقرة فين وبنعمل الاشعات الرانين مغناطيسي على العمود الفقري الفقرات العنقية والصدرية والقطنية عشان نشوف تأثير التشنجات والخبطات دي اه هي اللي مسببة الموضوع بتاع الحركة بتاع الايد والرجل اللي هي فيها اعاقة اه وبنان عليها بنقرر اذا كان اه اه يعمل عملية للسيطرة على السرع اذا كان ده ممكن ولا يكمل بعلاج دوائي اه اه مع ان احنا نعمل نسبة تحليل الادوية في الدم عشان نزبط الجرعة بتاعت الادوية بتاعت التشنجات وبعد ما تظهر نتائج الفحوصات دي نقدر ان احنا نقرر اه ايه المطلوب بالنسبة للمشكلة بتاع حركة الايد والرجل ان شاء الله اه 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 دي كانت أهلا يا أستاذ جمال أنا يا دكتور ودني بتصفر على فول بدماج أني ودني فيهم يا جمال طبعا عمدت وساعة على ودني أنا ودني فيهم اللي بصمت قالوا له عاجة عاجة في اللي صوتك بيقطع فيه في ودني في دكتور والصف دي على طوب في ودني واحدة ولا في الاثنين تمام وبقى لك قديه كده لا أفوتني واحدة بس يا دكتور بقى لك فترة قديه لاني يجيس أربع ثلاثة دي تمام وأنت بتتعالج من ضغط أو سكر تتعالج من ضغط أو سكر يا جمال لا معديش نضغط ولا سكر ولا دكتور طيب كويس معديش نضغط طيب هاي فيه دوخة أو ترقيع ما عندك دوخة أو قئ ترجع بترجع طيب والمشي كويس ولا فيه عدم اتزان في المشي كويس وتمشي كويس ولا فيه عدم اتزان أثناء المشي لا يعني بس الريدنافت قصر الريدنافت وتعلي فيده يعني نمشي بقى يعني تمشي موزوم كويس ولا تمشي طوع على نحية أستاذ جمال لا منمشي كويس تمشي كويس طيب وفيه إفرازات أو صديد بينزل من ودنك لا لا ما فقاش حاجة خاص مفيش صدق تمام والسامع بقى تأثر شوية في الودن دي السامع ضعف يعني لو حطت لو حطت موبايل على الودن اليمين تسمع بيه زي الشمال طيب كويس ماشي يا عم جمال هنرد عليك تفضل الصفارة بقى اللي بتيجي في الودن دي الأول تروح له بتوع الأنف وأذن ده كترة الأنف وأذن المتخصصين يشوفوا طابلة الودن والأذن الوسطى والكلام ده لو طمنوك عليها تعمل أشياء ترنين على المخ عشان تشوف العصب التامن اللي هو بتاع الاتزان وبتاع السامع وبتاع اللي ممكن يؤدي لوجود صفارة ووش في الودن وضعف في السامع وحاجات زي كده هو ده المهم جدا ان انت تعمله وبناء علينا نتقرر هنعمل ايه ناخد اتصال تليفوني تاني تفضلي أهلا 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 تفضلي عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم أي يا دكتور أنا مدام مجدى أهلا مدام مجدى أهلا بيك يا دكتور أنا عندي نفس الحالة اللي قبل كده أقلك عليها المتصل فيه متصلين كتير أموري دلوقت كان عندي صفارة كانت في ودني آه أوكي وبعدين راحت بقت في دماغي بس الوش في دماغي على طول من شهر التسعة اللي فات أوكي عملت رحت ألف وأذن قال لي لا ما عنديكيش حاجة عاملة يسمع كويس رجع تاني رحت مخ وأعطاب عملت على الشرايين وعملت على المخ وقال لي ما فيهوش حاجة كويس ادني علاج بس برضو الوش مستمر الغد واجهو تمام دي حالة بسيطة إن شاء الله نرد على حضرتك تفضي طيب ممكن أجل حضرتك العين لا مش محتاجة الموضوع بسيط يعني تحت أمرك تفضي النوع دي يسموه بناين بوزيشن الفيرتاج اللي هو تلاقي صفارة جمدة قوي لو تقلبتي أو غيرتي وضع جسمك ممكن يحصل ضوخة شوية أو عدم اتزان أو غمامان نفس أو حاجات زي كده الحالة دي علاجها علاجات دوائية بس أما حاجة إن انت تزودي كمية السوائل في الجسم يعني محتاجة على الأقل من أربعة لخمسة لتر سوائل ما بين ميات وعصائر وشربة وشاي وحاجات زي كده زائد إن اكتزودي شوية نسبة الملح في الأكل لأنه سبب المرض ده إنه العصب التامن اللي هو بتاع الاتزان بيبقى فيه حواليه مية ده الطبيعي وعلى حسب كمية المية دي بيبدأ يتنبه العصب الموضوع بتاعك بيبقى سببه إن المية اللي حواليه العصب دي بتبقى قليلة فيبدأ كأنه بيلف فيحاول إنه هو بيتخيل إنه في حاجة بتلف بيكي فبيحاول يرجعك تاني فيحصل لك موضوع الدوخة ده فحله إنك تزودي كمية السائل مرة أخرى بإن أنت تاخذي كمية سائل كبيرة قوي وتاخذي كمية ملح شوية زوديها في الأكل أو ترشي أو الحاجات اللي هي المملاحة شوية عشان نجمع المية مرة تانية حوالينا العصب فيرجع الاستجابة بتاعته لوضعها الطبيعي وتبدأ الموضوع بتاع الدوخة ده يتحسن آلا السيدة فضل يا فن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله منك يا بك آلا يا فن أنا كنت كشفت أشاعة على مخي وعندي عمليات الفقرة السابعة هاي وقلم شديد في العنان بالدماء رهيب ما مش قادر أن تبعز فهم قالوا اللي عندك عمليات الفقرة السابعة ومانسا شنين تعمل فيها عملي إعلقة الفقرة السابعة بقلب شديد في الدماغ ملاش دعوة عملت يا ضبط اللي قصر علي وتقول أنكم تنتبع معا اللي من إشاعة تمين عنه أيها بالضبط عملت يا إلا والله لسا لا اعملي إشاعة على المخ الأول وإعملي فحص قاعين وفحص رامض عشان تشوفي ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا إنك محتاجة مثلا نضارة زي حالاتي كده وإما تلبسيها الوضع يتحسن والواجع اللي في العين يروح والصداع يتحسن إنما إنزلاق الغدروفي اللي في الفقرة السابعة مالوش دعوة لا بالصداع اللي بتقولي عليه ولا بدعف النظر أو واجع العين أو الكلام ده مالوش علاقة بي حدثتك دكتور ما أنولي إنه تقطع العصب المخ لا لا الفقرة السابعة مالوش علاقة فيش حيث مع عصب المخ المخ فيه 12 عصب جوه المخ نفسه مالوش علاقة بالفقرة السابعة اللي تحتيه بعشرين تلاتين سنتيم مالوش علاقة أوكي أوكي فيعني مالوش علاقة ساعتك الموضوع العصب ده مالوش دعوة بالأعراض اللي انت بتقوليها وننصحك إن انت تعملي أشياء رنينة على المخ وفحص قاعين وفحص مع دكاترة الرمض عشان يشوفوا إذا كان فيه قصر نظر أو إذا كان فيه رشح في قاع العين أحيانا الأشعة تطلع سليمة وما فياش حاجة بس فحص القاع العين هو اللي يقول إنه فيه رشح في قاع العين ودي بتبقى تشخيص للحالة إن فيها ارتفاع حميد في ضغط المخ وساعتها بندي أدوية ترجع ضغط المخ الوضعه الطبيعي وإذا ثابت التشخيص ده بيبقى ممكن إحنا نلجأ لحاجات تانية لو ما تحسنناش بالأدوية زي البازل وزي الصمام وكلام من ده فإحنا لازم نوصل الأول لتشخيص الحالة بتاعت حضرتك إن إحنا نعمل فحص قاعد العين وفحص قوة الإبصار وأشاعة رانين مغناطيسي على الموخ عشان نقدر إن إحنا نوصل للسبب بتاع الصداع والألم الشديد اللي موجود عندك بقاله فترة ونبدأ العلاج السليم بتاعه دي كانت الحلقة بتاعتنا عن أورام المخ والعمليات اللي بنقدر إن إحنا نعملها بدون تغدير سواء كانت لإزالة أورام في المخ أو نزيف في المخ نتيجة تمدد شرياني أو وحمة شريانية أو إن إحنا نعمل عملية توصيل للشريان وأتمنى إن إحنا نكون أضفنا حاجة جديدة وموضوع يكون مهم جدا الحقيقة بالنسبة لتكاترة جراحة المخ والأعصاب وبيحسن النتائج بشكل كبير جدا وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر